إذن رؤية جريئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء مستقبل جديد ينطلق من مبدأ التنمية والحفاظ على البيئة مستقبل يتمثل في مدينة ذا لين بحسب الرؤية المستقبلية تعني سفر سيارات، سفر شوارع، سفر انبعاثات كربونية مدينة ذا لين هي مدينة مليونية بطول 170 كم تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم تقع في نيوم طبعا شمال غرب السعودية عند طرف الخليج خليج العقبة على البحر الأحمر وتبرز أهمية هذا الموقع في كونه على مفترق طرق العالم واضعا نيوم كمركز عالمي للابتكار حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من أربع ساعات كما أن قرابة 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر طبعا هذه بعض المميزات خارجيا لكن دعونا نلقي نظرة داخل المدينة كما ذكرنا سيكون ذا لين خالي من السيارات والطرق وسيوفر الوصول إلى جميع الأماكن الحيوية والطبيعة في غضون خمس دقائق فقط مشيا كما وستكون جميع وسائل النقل الجماعي الآلية وذاتية القيادة مشغلة بالطاقة النظيفة في الواقع مجتمعات ذا لين بأكملها ستكون مشغلة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% وهذا يشمل الرياح والطاقة الشمسية لخلق بيئة صحلية خالية من التلوث البنية تحتية لمشروع ذا لين ستكلف من 100 مليار دولار إلى 200 مليار وسينتهي المشروع بتجشين أكبر مطار على مستوى العالم ليكون قادر على تلبية احتياجات المسافرين للمنطقة بشكل عام وليس فقط لمشروع ذا لين أو حتى لنيوم نفسها نظرا لكل ما سبق كيف سيعمل ذا لين بشكل متناسق ومتكامل مشروع ذا لين سيأخذ الشكل العمودي للمدينة الحديثة الطبقة العلوية كما نلاحظ ستكون للمشاة تحت الأرض تليها طبقة الخدمات وهناك نعني كل خدمات البنية التحتية أما الطبقة الثالثة فستكون مخصصة لوسائل النقل مثل القطارات والنقل فائق السرعة مثل الهايبرلوب مجتمع مستقبلي جريء لكن فكرة بسيطة ألا وهي أنه مطور حول الأشخاص وليس حول الآلات والسيارات والمصانع صمم بعناية للتعامل مع التحديات التي تواجه البشرية باستخدام كل فوائد العصر الرقبي والذكاء الاصطناعي الذي طور في الأساس لسبب واحد تسهيل حياة الإنسان